الموصل بعد ما بيها لجمة أنتم لما تشعرون هذه الهجمة أنت والسادة النواب بالمحافظة أطلع في مؤتمر صحفي وأفضح ما يمكن فضحه حتى على قل التقدير هل سحنا كل شيء ما حصلنا بس على قل التقدير نفهم ماذا يجري طلعنا نعم أخ نجيم أخ نجيم أنا طلعت وطلع قائم مقام وكل الوثائق ووزعها على الإعلاميين أسانت هاي الأخوان المحافظين موجودين وكل المسؤولين التنفيذين يا أخي يجي قرار محكمة وكاسب درجة قطعية أنت شو سوي يعني شو سوي أخ نجيم زين يعني أقول أنا هسا بدام دخلنا بقضية ما أعرف مدام دخلنا بهذا الألم اللي أنا يومية يومية عيشة هل فعلا هناك محاولات وأجندات لمحاولات يعني إحداث تغيير ديمغرافي وصل إلى حد المهن مهن الأرمن ومهن المسيحيين وهناك جهة متنفذة دا تقود هذه التحولات الديمغرافية بالمدينة يا أخي الكريم يا أخي الكريم أنا أدري تتكلم يمكن عن السيد النائب السابق اللي بن كاركوف وجاي يقول هذا سورة إجدادي وتحدوا عليها وتغيير ديمغرافي أولا أهن المسيحيين مكانهم في قرقوش في بورطلة في قرة الكيف وفي القوش ما عندنا أتمنى يجوون أهن المسيحيين للموصل ما عندنا غير سبعين عائلة داخل الموصل يا ريت هل المسيحيين يجوه شنو التغيير الديمغرافي أولا هذه الأراضي لعائلة ابن الموصل تدعى عائلة العمري ما عيني شنو التغيير الديمغرافي شارع هي كم قطعة ما بها يمكن يمكن عشر قطع ما أعتقد أكثر شنو التغيير الديمغرافي أخي ما هو التغيير الديمغرافي اللي يتكلم عنه الأخ يعني هذا الرجل حقيقة يعني ما عنده تصورة أبدا عن الموضوع هذا يسمع من ذوله شنو التغيير الديمغرافي هي عشرة اتنو عش قطعة الناس من أهل الموصل شنو التغيير الديمغرافي يعني معقولة ذني سيادة المحافظ وإذا على المسيحيين الست سبع بيوت اللي حتشيت عليهم اللي أهلها على الشارع وإذا صار هذا رح يرجعون لي ورا نجحت بأن تقود ظاهرة إعلامية بمثل هذا المستوى معقولة هذه جهة هذه جهة أخ نجم هذولا مول كل الأجداد أخ نجم هذولا مجموعة يعني هذي جزء جزء هذي مو كل القضية ذولة لا مو كل القضية والله أكو حش بقلبي هو أنا أريد أسمع منك سيادة المحافظ أكو واحد أنت ما سامع يقول يخربون بيوتهم بأيديهم أكو واحد يدور خراب مدي أنت الحسد والغل واللؤم والحقد حتى لا تتعمر الموصل يا أخي أنا أشوف يعني من الأخلاق ومن الواجب وأمام الله أن تفضحوا هؤلاء لأن باتر ذولة راح يرحون يطرحون أنفسهم على المصالوة أنهم كانوا مصلحون يا أخي يفضحوهم لأن هذا تكليف أخلاقي وواجب إنساني وشرقي باتر هم يطلعوا ياه بالتلفزيون يشالف بالوطنية استاذ لا لا أنت لا تسمع لي لا تسمع لي هذا اللي يدور على الفياس وكذا ترى معظم أهل الموصل أهن مواغبية أهن مفتحين بالتهزاب ويعرفون ما وراء الأكمة يعرفون كله زيان ولذلك نجم الجبوري يرغب كل هذا الحشي ومهائموا لأجم الأولى أخ نجم نعم سونا الجسر الثالث قبل ما نفتتحها قالوا نجم الجبوري ما راح يفتتح ينتظر أبو الباص البرتقالي وهجمة من هاي اللي تريدها والجسر بعد ما كامل بدون يتراتي يريدونها نفتحها لأن في سبيل أن يكسرون كل شيء وتالي لا احتفال ولا يجي الأخ أبو الباص البرتقالي ولا غيره الصبح قلنا لهم يلا أعبروا وشوفوا الجسر الثالث أثر على حياة المواطنين في المحافظة وصار شريان التجارة للعراق مع أوروبا وتركيا زين أخويا هاي موهو الهجمة ولن تكون الآخرة زين ما راح تكون سيادة المحافظة هذه أهل الموصل وأهل المحافظة عموما ترى يعرفون يعرفون كل يزين شن السالفة أخويا بس هما ذولا هاي يعني هذي جيوش تشتول على الفيسبوك ولا هنه يدرون أكو نجم الجبور يفتر بشهر 24 ساعة بين الناس وتال شوف الناس شون محتفية بابنها هذا هذا ما خلهم ينامون الليل قض مواجعهم إذ قد تخصيصاتك هاي السنة سيادة المحافظ بالموازنة والله يا أستاذ نجيم إحنا نسمع لحد الآن أنا ما أقدر أنطيك رقم بس نسمع يعني حسب ما نسمع يعني للاستقرار واستثبارية وتنمية أقاليم بشرونا النواب بخير كثير يعني وما يتلهموا يا جرح المدينة أكيد جرحنا عميق بس بشرونا بخير يعني يعني مع من نتلع العراقيين وزيادة أسعار النفط يعني تغيرت التخصيصات للمحافظات يعني يعني نسمع يقولون ستمية سبعمية مليار نعمة من رب العالمين أنا بما أتبقى من الوقت سيادة المحافظ أريد ألف اتنظرك إلى قضية من أهالي ربيعة يقال أنه هذه الأهالي حتى هذه اللحظة يشترون وي الحلو من التناكر وبقية مستنزاوات ويكملوها من الآبار شوف صحيحة هن أحبابنا بربيعة هلي ذولة ربيعة يعني بعيدة عن نهر دجلة حقيقة مشروع حمل المي يعني من قبل تدري خما أن استلبت المحافظة ما كانوا قبل المحافظين يا أخي وكانت عدهم ميزانيات انفجارية إحنا حقيقة داشتغلوا يا الأخ نايف الشمري ويا رحيم الشمري ويا أحمد المدلول إحنا في سبيل أنه نسوي مشروع مي ربيعة يعني وأني هم دا أتكلم بلكت مع الأخ وزير الموارد المائية نقدر إحنا عدنا مشروع روي الجزيرة الجزء الأول إذا سمحنا نقدر أيضا ناخذ منه ونسوي محطات يعني نقدر يعني فإحنا دا نشتغل دا نشتغل على هذا والله هلي يستاهلون بربيعة والله أنا العتب إجاني ويستاهلون وإن شاء الله يعني بس تدري أتمنى زورهم يعني حتى الناس تطمئن أنه الخير جايهم وأنه أنه في الطريق اللي ما يطل يوصل لا لا أخ نجب نعم لا أخ نجم لا أهلي بربيعة يسمعوني كم مرة آني جايرهم نعم يعني أكثر من سبع مرات آني بربيعة آني آني ترى كل يوم مكان حياة آني وازنت بين الأقضية والنواحي والمدينة أخوار además أخوار